رسالتي لمن أحرق المصحف أظن في السويد القرآن علمني أن لا تزر وازرة وزرة أخرى ولا تزر وازرة وزرة أخرى يعني راح أكلمك أنت فقط ما راح أشمل كل شعب السويد لأن فيه شعب السويد أكيد مثل أي شعب بالعالم فيها لمثلك وفيها الناس المخلصين المؤدبين المحترمين كلامي لك أنت ولمن هم على شاكلتك القرآن علمني أن أحترم قوانين دولتي ونظام دولتي لأن أعايش فيها وأي شيء لا يعجبني ما رح غير بيدي أنا رح غير بيدي لا أو طالب به عن طريق القوانين إذا أنكم أنتم لا تحترمون قوانين بلادكم وتتصرفون بأيديكم نحن الدين والقرآن علمنا أن نحترم قوانين دولنا وأي نظام لا يعجبني أطالب فيه بالطرق المشروعة أنت ليش ما تطالب بالطرق المشروعة إذنك ما هم أعجبك هذا المصحف ولا هم أعجبك المسلمين اللي عندكم في السويد من الشعب السويدي تطلعونهم برا ولا تستفزونهم والقرآن علمنا أن الله فقط هو الواحد الثابت الصمد الذي لا يتغير وما دون الله سبحانه وتعالى فهو متغير ومتعدد يجب أن يكون المجتمع متعدد فيها الملحد فيها الموحد فيها المؤمن فيها النصراني فيها اليهودي فيها اللي يروح للمسجد والي يروح للكنيسة والي يروح للكنيس لازم تكون تعددية لأن الله سبحانه وتعالى أقر في كتابه أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا إذن الله سبحانه وتعالى أقر بالتعددية الذين آمنوا هم أتبع محمد والذين هادوا أتبع موسى والنصارى أتباع إيسا والصابعين عليهم بقية البشر غير هذه الملل وأنت من بقية الملل الأخرى غير اللي ذكرها علي من الصابعين لازم نحترمك كمواطن لكن أنت كمواطن ما يجوز أنك تتصرف بيدك على أي شيء لا يعجبك هل يجوز أني لو أشوف سارق بالشارع سارق ما يجوز أني تتصرف أنا بيدي أروح أمسكه ولا قاتل أروح أقتله لا في قانون في قانون أنا أبلغ عن هذا السارق أبلغ عن القاتل أبلغ عن أي شيء لا يعجبني أبلغ عنه بالقانون بالنظام إذا تعرفون النظام ولا أنتم ما تعترفون بحرية المعتقد طبعا القرآن علمني بحرية المعتقد وحرية الكلمة أنت حق لك تتكلم ما تشاء لكن ما تقذف بلا الدليل ويحق لك أن تعبد ما تشاء لكن لا تنتقص من رموز وعبادات الآخرين أنا الآن مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أني أسخر من البوذي ولا من النصراني ولا من اليهودي ما أسخر منه ولا معتقداته ولا رموزه إذا أنك إنسان مواطن صحيح ما تريد الفتنة أما إذن مدفوع لك تريد أن تفتن في المجتمع عندكم هناك المفروض أن دولتك تحاسبك وإذا دولتك ما حاسبتك حنا لازم نتخذ إجراء ضد دولتك أن نقاطع منتجاتكم ونقاطع كل شيء ونقاطع العلاقات معكم لأنكم لا تحترمون رموز الآخرين والشعب عندكم فوضى ولا فيه محاسبة لا لأن في الإسلام يجب أن نحترم جميع رموز البشرية على وجه الأرض ترجمة نانسي قنقر